سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عملي ايه? انا احمد شيطو. طبعا يا جبعة كلنا او معظمنا دلوقتي خلاص بقينا يعني موضوع الايه ايه ده بقى مندمج في حياتنا وبنستخدمه تريبا بشكل يومي. مشكلة دايما اللي كان بتوجيهنا ان المواقع الزكاية الاصطناية عشان تستخدمها فاكهات المشكلة يعني ايه? لازم تبقى برو. او يعني تشتري نسخة مدفوعة والكلام ده كله تدفع فلوس يعني. او بديك نسخة مجانية فاقولك والله انت تقدر تعمل مثلا فيديوين تلاتة في اليوم. وبعد كده اه يعني كل يوم فيديوين تلاتة. طبعا انا مسلا عايز اعمل اكتر من كده. فالنهاردة معايا تطبيق وميزة انه تطبيق يا جماعة عن انه موقع يعني ان مش كل الناس عندها كمبيوتر. مش كل الناس تتخش على الموقع. فالتطبيق ده يعني احنا كل الناس معها تلفنات في ايديها. فدي اول ميزة ان هو تطبيق. هبقى موجودة عندك على التلفون وبيشتغل على كل تلفات الاندرويد. هتقدر من خلاله ان انت تحول اي تيكست باللغة العربية او باللغة الانجليزية لفيديو زي ما نشوف شرح النهاردة. وتابعوا معي الشرح. اهلا بيكم مرة تانية يا شباب. طيب بصوا جماعة انا هسيب لكم طبعا لينك التطبيق ده في صندوق الوصف. اه انت هتخش على اللينك ده يدخلك على قناة التليجرام. هتلاقي عندك اللي هو الملف ده اي بي كي. هو مسحته اتنين وستين ميجا وايت. لما هتنزول مع قناة التليجرام هتصطبه طبعا تصطيب عادي جدا. انا مستطبه قبل كده. فيعني هسبتوا طاني معاكم. عشان اه نشوف الخطوات بتاعته يعني. هنا لما يجيلك دي ما تقلقش. هو بسك مننا بثبته من خارج الجوجل اه جوجل بلي او بلي ستور. فبيقول لك يعني ان هو ممكن يضر جهازك والكلام ده كله. ما تلقوش يا جماعة. انا يعني مثبته عندي على جهازي الشخصي والله. فهضغط هنا على وهتقول له هنا كده انستول انوي. هحطر بس البصمة. تمام? وهيبدأ يتسبت معنا دي جدا. التاني بقرر يا جماعة بالنجم متلقوش مفيش فيه اي بزيط ولا حاجة. فكرة كلها بس ان ان انت بتثبته من خارج الجوجل بلي يعني. فاجاب لك الرسالة دي. فما تقلقش يعني انا ذات نفسي بثبته عندي على التليفون بتاعي هو. طب لما تخلص معنا هتقول له هنا كده. طبعا انت هتطلب منك بقى صلاحيات اللي هو يعني الوصول للزاكرات الداخلية والكلام ده كله هتتدهيله طبلا ما طلبهش مني لان انا اصلا مثبته قبل كده. طب الفيكرة كلها جماعة ان البرنيمك ده. انا بدخله او بدخله يعني نص وهو بيحاولولي الفيديو. انا حتى فيه حاجات قبل كده عملتها لو جيت دخلت على اللي هو هنا. حاجات دي بس يعني انا هوريكو امثلة انا عملها قبل كده وهيامل برضو مع معرض حية جديدة يعني. هنا مسلا بقول له هو الجيش المصري يقاوم هجوم من كين كونج الاهراماء. ده مسلا كان الفيديو اللي جابولي اهو. طبعا جماعة الكوالتي بتاعته محترمة جدا. طبعا العايز تحملها هتغط على كلمة دولود وهتنزل معك. وبالمناسبة كمان بتنزل من غير العلامة المائية دي. علامة المائية دي بس بتصهر لك وانت بتعمل يعني استعراض للفيديو. انما لما تعملوا دولود اه ما بتظهرش. وانحنا نشوف مع بعض برضوك دلوقتي. هنا مسلا كنت بقول له كتال بين سوبرمان ووندرومان هنا اهو. طبعا هنا برضوك ما زابتش اوي هنا وتاخدوا بالكو في هنا ايديها يعني بايزة شوية. بس لحد ما هو زكاء الصناعي يعني برضوك في حكاية بتزبط حكاية ما بتزبطش. هنا مسلا كنت اقول له سمكة اه ترعب كورة القدم مع فيل. جابه لي من المنظر ده. ولما جيت قلت له سمكة اترعب كورة القدم مع فيل بس بطبع كرتوني. جابه لي بالمنظر ده. تاخدين باكم جماعة انت كان ممكن تقول له انت عايزة بطبع عامل ازاي? طب عندي كلها حاجات انا عملتها. طب هنيجي على اي 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 فيديو هنا كده. زي ما بتقول لكم الميزة انه هو بيدعم ان انت ممكن تكتب له باللغة العربية. فهنجرب مع بعض كده اي مثال دلوقت. فممكن اقول له مسلا والله رجل مفطول العضلات يصارة اسد الغابة. مسلا يعني اي تخيل اي تخيل يعني. فقول لنا كده طبعا انت في اول مرة هيجي لك اننا كده رسالة يقول لك اللي هو يعني اه الديني اشعار لما يخلص يعني فانت اسمح له بالاشعارات وكده. الله دي يا جماعة اللي هو يعني ايه اه الديني اشعار لما اه الفيديو يكون خلصان او جاهز. في ميزة حلوة برضو جماعة في البرنامج ده انه هو الله مصرع النبي الفيديو بتعمل بسهول يعني بسرعة. الفيديو ما بياخدش وقت. يعني انا معاكم هو مش هعمل اي منتاج خالص للفيديو ولا اي حاجة. هتلاقوا الفيديو مش هيكمل دقيقة وهتلاقيه اتعمل. طيب كده خلاص اهو خلص قول له هنا كده. اه جايب لك هنا هو ادي رجل مفطول العضلات بيسارع اسد. تمام? انت دبعا ممكن تعملوا دولود زي ما قلت لكم اللي عملنا دولود هنا كده. خلاص هو نزل اهو. عندي فيه اللي هو الفيديوهات مثلا لو دخلنا هنا كده وهينا هو مثلا. او زي ما تشاهدين يا جماعة was� ما قلت لكم كمان. ان الفيديو بينزل بالهوة يعني ما فيش في علامة المائية. وهي الفيديو انزل معنا في ثانية. ممكن مسلا نعمل اي حاجة تانية تجربة تانية مثلا هنعمل هنا كده back. ونقول له مثلا هنا. ممكن ما قول له مثلا ضفضع ضخم يهاجم سكان القرية. اي خيال يا جماعة اي خيال علمي. ضبطة داخل مهاجب سكان القرية. واقول له هنا كده جنريا. فسأقول لك يا جماعة ان البرنامج ده بصراحة ممتاز جدا. هو بس يمكن في عبن انا هسكر لك طبعا العبن دلوقتي. بس يعني بعد ما ما كريت الفيديو يعني. طبعا ما تديني كده اللايك الجميل زي كده عشان تديني تعمل معناه. ويعني لو طبعا انت لسه ما شاكش في القناة. اشترك في القناة عن طريق زورة السبسكرة الموجود تحت. عشان انا هقول لك دلوقتي ايه اللاعبين اللي موجودين في البرنامج ده بصراحة. لان يا جماعة يعني بحكم خبرتي مفيش حاجة كاملة. مفيش حاجة تديك كل حاجة. ما انت الفيديو خلص معنا ههو. قول له هنا كده اما نشوف. ادي هو جاب لك يعني ادي ضغط على هوت. ومفروض ان هو يعني ازا بيهاجب اهل قرية. لو حد بقى بيستخدم مسلا بيعمل اه قصص او حكاوي او اي حد بيستخدم اي حاجة في شغله. الفيديوهات دي او البرنامج ده يبقى مفيد جدا جدا ليك. طيب ازا ما قلت لكم ان البرنامج ده يمكن فيه عيبين بالنسبة لي. اول عيب طبعا ان هو الفيديو بيقى مساحته كوقت يعني اربع ثواني بس. مش مش اكتر من اربع ثواني يعني. فمش حاجة طويلة. ده العيب الاولان. العيب التاني ان الفيديو مفيش فيه صوت. فانت يعني هتبقى الفيديو صامت. انت بقى ممكن تعالى عليه صوتين انت يعني. فهدون بصراحة العيبين اللي شفتوه من هو الفيديو مش مدته مش طويلة. وما فيش فيه صوت. بس اكيد حينفع فئة معي. انا عن نفسي بستخدمه. يعني انا عن نفسي بستخدم البرنامج ده في فيديوهاتي لو حاب اشرح حاجة. يعني كنت عامل فيديو قريب وكنت اتكلم فيه ان انا مخنوق من التليفون وهكسره. استخدمته استخدمته في ان يعني الرجل غاضب يقصر الهاتف بتاعه. ففي كم حاجة زي كده تخدمك او تساعدك يعني. فبس شاب دا كان برنامج النهاردة او موضوع النهاردة كالعادة لو الشرح عجبك ما تبخلش عليا بالداء المعنى هو اللي هو عبارة على اللايك كومنت جميل زي كده اشترك فكرة انت مش مشترك فازهر الجرس وبس كده يا شباب.